هناك في أقصى شمال العراق تتشابك الخيوط حول جبل سنجار بساكنيه المتعبين وحاكميه المسلحين عدة أطراف تتصارع على المنطقة أبرزها ميليشيا الحجد التي تعتبر قضاء سنجار حلاقة وصل مهمة في الطرق التي تمدها إيران إلى سوريا ثم البحر المتوسط وهناك أيضا قوات البشمرغ التي تشتكي سيطرة الميليشيات وحزب العمال الكردستاني على القضاء وهذا الأخير يعد الضيف الأثقل حضورا بأزماته المتعددة ونشاطاته المشبوهة وأخيرا تأتي الحكومة في بغداد أضعف الأطراف وأقلها حيلة ستة أشهر مضت على اتفاق تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد ولا أثر له على الأرض فقد نص على إخراج جماعات والميليشيات المسلحة وأبرزها حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحجد إلا أن الأخيرة توجدت في سنجار مغنما لا يمكن تفويته من الناحية العسكرية والاقتصادية فضلا عن دعم عناصر البككة المعادنة لتركيا مصادر مطلعة تحدثت عن محاولات الكاظم إرضاء كل الأطراف فهو يتعرض لضغوط من جانب الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ الاتفاق لضمان عودة النازحين فيما ترفض ميليشيا الحجد الخروج من المنطقة بذريعة الدفاع عن سيادة العراق وتلك أحجية من الزور كأنك تجد سارقا يتحدث عن الأمانة مسؤولون حكوميون تحدثوا لصحيفة العرب الجديد أن الحكومة الحالية تحاول تكيف الاتفاق مع الواقع الذي يصعب تغييره لا سيما أن الحجد يشترط عدم إخراجه من المنطقة لتنفيذ الاتفاق فيما ترفض أربيل ذلك باعتبار أن الميليشيات ترعى وجود حزب العمال الكردستاني ما يجعل الأمر برمته عرضة للإلغاء ومع فشل الحلول السياسية يرى الكثيرون استحالة تنفيذ الاتفاق عبر القوة لا سيما مع السطوة التي تتمتع بها الميليشيات والبكك في سنجار وما حصل لقوة من الجيش قبل أيام شاهد على ذلك أزمة سنجار معضلة أخرى تظهر حجم غياب مفهوم الدولة في العراق واقتناع السلطة بذلك وحتى من هم أقوى من السلطة ما يدفع للتساؤل عن غايات من يصور العراق كبلد مستقر ويتعامل مع حكومته على أنها مالكة للقرار